الصباح الخير معاكم نهاردة عمر اللبيب النهاردة انا هتكلم في موضوع ازاي نعمل فلوس واحنا في البيت خصوصا في الوضع الحالي واحنا عاديين في البيت انا عارف ان الموضوع بعيد عن الاسم بتاع الحلقة اللي هو دعوة للحب بس الحقيقة المقدمتين الاسسياتين نيفين وشريهان مش موجودين معنا النهاردة نيفين للأسف مش هتقدر تبقى موجودة معنا تاني قبل العيد الصغير الشريهان عندها اسبابها الخاصة يعني انا بدعو المشاهدين ان هم يقولونها انها تحاول ترجع في اسرع وقت ممكن خصوصا في المدخلات المشاهدين يقدروا يعملوا كده احنا انا بعتذر اولا ان احنا غبنا تلات حلقات الحلقة الاولى عشان المطرة احنا ساكنين بعيد صراحة والمطرة كانت مغرقة الشارع بس انا برضو كنت عايز اجي بس الوضيف بتاع الحلقة اللي الحلقة مبنية عليه اصلا والاسئلة متحضرة عليه ما كانش موجود وانا اتفاجئت الصبح انه هو مش جاي فانا فعلا ما كنتش عارف هاجي هتكلم في ايه المرة اللي بعديها انا كنت خايف شخصيا انه ناجي عشان الكورونا كانت بداية بقى الكورونا حلقتنا مفروض كانت تبقى مبارح بس بسبب تغيبنا الكتير ده القناة يعني رتبت بقى برامجها وده كان المعاد المتاح بيبقى اننا دلوقتي في البيت انا كنت عايز اتكلم ازاي تعمل ربح اونلاين ازاي كمان تشتري اونلاين ازاي تصق في المنتجات اللي هي اونلاين هنتكلم الاول على اكبر موقعين اونلاين سوق دوت كوم وجوميا دوت كوم جوميا دوت كوم يعني انا اشتريت منهم وكمان بعت عليهم فانا عندي خبرة في الموضوع ده هقول لكم ازاي تشتروا منهم وازاي تبيعوا عليهم انا اول مرة اشتري اونلاين من سنة 2013 فانا عندي خبرة كبيرة جدا في الشارع اونلاين كمان انا ببيع اونلاين من 2015 نتكلم الاول في الشارع اونلاين جوميا مثلا يعني ازاي ازاي تتأكد ان المنتجات دي وانت مش مسيكة يعني هي مش ممسوكة يعني انت بتشتري حاجة انت ممسكتياش او مش محسوسة جوميا ما بتبيعش المنتجات الغذائية غير لما بتروح المخزن بتاعها فإدارة جوميا بتتأكد من المنتجات الغذائية او المنتجات المستهلكة زي المنظفات او كده فتطمن تماما من المنتجات الغذائية والمنظفات بتاعت جوميا لأنها بتدبع من مخزن جوميا نفسه مش من السيلر أو البائع جوميا عبار عن موقع أنت إزاي تبيع عليه ممكن أنت تبعد لجوميا أن أنت تكون بائع عندهم والمنتجات تتاخذ من عندك وتروح للعميل يعني تبقى جوميا أداة توصيل بس في بعض المنتجات اللي جوميا بتفرض عليك أن أنت توديها المخزن بتاعه زي المنتجات الغذائية زي المنتجات المستهلكة يوميا بعض المركات العالمية برضو اللي هي يمكن تقليدها زي آيفون زي أبل منتجات أبل عامة ما ينفعش تبيعها كبائع منك للمشتري على طول جوميا بتفرض عليك أن أنت تجيبها المخزن بتاع جوميا عشان هم يتأكدوا بنفسهم أنها منتجات أصلية لو أنت عايز تبيع لو أنت مش هتقدر تود المنتجات بتاعتك لجوميا لمخزن جوميا هيرفوضه تماما ده بالنسبة للمركات اللي فيه احتمالية لتقليدة زي أبل زي أبل وزي ما أنا قلت من شوية المنتجات الغذائية بالنسبة للمنتجات التانية الإلكترونية التانية جوميا بتطلب من البائع فواتير وشهادت عن أن المنتجات دي أصلية جوميا مش بتصق في أي فواتير لازم الفواتير دي تكون من الوكيل الحصري بتاع المركة أو من موزع معتمد فاتطمنه تماما من الشرع أونلاين من جوميا أنت كعميل برضو لازم تعرف حقوقك لو المنتج كان بايس أنت من حقك أن أنت ترجع المنتج لو هو بحالته الأصلية في خلال 14 يوم حتى لو مش بايس في بعض المنتجات ما ينفعش ترجعها لو تفتح زي الموبايلات مثلا التلفزيونات من حقك ترجعها حتى لو تفتحت الكارتونة مش مشكلة لأن كده كده المشكلة في فتح الكارتين في الموبايلات بالذات بالنسبة للعيوب اللي في المنتج تبقى لقانون حماية المستهلك الجديد أن أنت من حقك ترجع المنتج في 30 يوم مش 14 يوم لو في أي عيب ظهر في المنتج لا تلجأ للضمان إلا بعد الثلاثين يوم لما لو العيب ظهر في أول ثلاثين يوم من حقك ترجع المنتج للباقة ده قانون يعني مع أي مشتري أنت اشتريتنا إنه حاجة في بعض المنتجات لها اسلوب استخدام معين فلو أنت ما زقتش الاستخدام أو ما استخدمتوش بطريقة غلط من حقك ترجعه في 30 يوم لو هو العيب صناعة عيوب اللي بتظهر بعد الثلاثين يوم آه كده هتخش في الضمان اللي هو الضمان سواء بقى كان الشركة عاملة ضمان ثلاثة شهر ستة شهر أو ساعة نخش على سوق سوق دوت كوم سوق دوت كوم برضو عندها معايير أمان للمنتجات بالنسبة للمنتجات الغذائية أنا الصراحة معرفش إذا كانت لازم تكون في المغزن بتاع سوق إنه هما بيشيكوا عليها ولا لأ بس بالنسبة للمنتجات الإلكترونية سوق بتطلب برضو فواتير من الوكيل أو موزة محتمد عشان تتأكد إن دي منتجات أصلية مش كل المنتجات المنتجات اللي هي يمكن تقليدها الإرجاع على سوق صراحة أنا جربت سوق سوق وجوميا الإرجاع على سوق أسهل من جوميا يعني جوميا زمان قوي كان الإرجاع عليها مشكلة وبياخد وقت كبير الصراحة دلوقتي تحسن جدا المستوى الحقيقي يعني فيه تقدم من جوميا في النقطة دي إرجاع الفلوس هو اللي ما زال بياخد وقت في جوميا الصراحة أنا بناشد إدارة جوميا إن هي تقوم بالموضوع دا في سوق الموضوع سهلي جدا الصراحة يعني المنتج بيرجع بسهولة جدا الفلوس بترجع برضو في خلال 14 يوم بالكتير جدا من تسليم المنتج لسوق نتكلم بقى عن البيع على الموقعين البيع مع سوق دوت كوم مش محتاج أي أوراق قانونية تماما أنت هتعمل سيرش على جوجل هتكتب سوق سيلر س أو يو كيو س أو يو كيو سيلر س اي دابل ال اي ار س أو يو كيو س اي ال ال اي ار هتعمل سيرش على جوجل بالكلمتين دول هيتلع لك الموقع بتاع البقعين بتاع السوق تقدر تخش هات ريجستر ريجستر يعني هات هات سين اوب يعني أنا هاسف فيها بالانجليزي برضو يعني هتعمل حساب لنفسك هيتطلب منك صورة البطاقة وشو ضر هيتطلب منك حسابك في البنك عشان لما تبيع يتحول لك المبلغ بتاعك بعد خصم العمولة بتاعة سوق في خلال اسبوعين هيتواصلوا معك لو أنا اشتغلت فيه معهم كانت موبايلات الموبايلات لازم طبعا تبقى متبرشمة هم مش بيبيعوا اي حاجة اي موبايل مفتوح او حاجة مستعملة المندوب هيجيلك اول مرة هيديك ادوات التغليف ببلاش لما يكون في بيع حصل بيتبعت لك رسالة على الموبايل وبيجيلك ايميل بتخش بتطبع البوليسة بتخش على الحساب بتاعك على سوق سيلر بتطبع البوليسة بتغلي في المنتج المندوب بيجيلك في خلال يومين بالكتير بياخد المنتج يوصلوا للمشتري هتخش هتعمل بحس على المنتج عندهم القايمة بتاعتهم اللي فيها المنتجات هتعمل بحس على المنتج اللي عندك اللي انت عايز تبيعه بدم هو جديد سواء بقى ساعة سواء منبه سواء موبايل سواء اي منتج هتكتب اسمه هيطلع لك هم عندهم اكتر من 90% من المنتجات سواء اكسسورات سواء ميكوب بيرفيوم بس الميكوب والبيرفيوم هيبعايز منك فطورة الفلوس بتجيلك بعد اسبوعين اهلا 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 تفضل معنا اتصال معنا اتصال اهلو اهلو صباح الخير صباح الفل ازاي حضرتك عامل ايه اهلا بيك ازايك نور الشاشة اشكرك اشكرك بجد انا مرسي جدا للحلقة اللي حضرتك قلتها هدية وكانت حاجة مهمة جدا لان احنا اغلبيتنا كلنا قاعدين في البيوت دلوقتي اي انا واحدة من الناس ما كنتش عارفة اه يعني فيه جمية وفيه وفيه سوق بس انا ما كنتش وفيه مواقع تانية كتير فبصراحة كنا بنبقى متخوفين قوي ان احنا نشتري من المواقع الزي علشان اه يبقى فيها مشاكل فبجد كان وقتها جدا اللي حضرتك قلته ده اه فوقته كويس قوي ان احنا يعني اغلبيتنا بنبقى مش فاهمين قوي ان احنا ازاي نبقى ندخل هنا ازاي ندخل على الموقع اه ما فيه مصداقية ما فيش مصداقية فطبعا حضرتك اهل الاستقاء فانا بشكرك جدا جدا للكلام اللي قلته دوت وفعلا في سياق الحلقة وفي وقته يعني في الوقت عشكرك جدا كلنا ببنخرجش وكلنا عايزين في بيوتنا وبنبقى عايزين نشتري اه طبق موبايلات او نشتري لبس او نشتري ميكب فبجد مرسي جدا جدا ليك وهنستنى برضو نفهم اكتر منك ازاي نقدر ندخل وازاي نقدر لو فيه مشكلة فيه اتصال بيبقى ممكن نبتصد به مع التليفون ولا لازم ندخل مثلا على الويبسايت نفسه اه معرفتيناش بس باسم حضرتك اه خلود مع حضرتك يا اهلا بك اهلا بحضرتك اه التواصل معهم بالتليفون يا اما بالميل الميل في سوق دوت كوم بيرده في اقل من يوم في جوميا بيرده في ثلاثة ايام اه ممكن انا مش يعني انا حاولت اتصل بجوميا على التليفون هما دلوقتي يقفلين التليفون عشان محدش يتعادي فمش مشغلين الكول سنتر ممكن تتواصل بعاهم على يعني على كونتاكت اس او الميل تواصل بعاهم من الويبسايت سوء انا ما كربتش اتصل بيهم في خلال الازمة ديت بس اللي انا متأكم منهم هما بيردوا فقال من يوم لو عندك اي استفسار ما هي فعلا الازمة دي اللي احنا فيها كلنا شركات كتير قوي بتريد تقلل العمالة فيها وتقلل التليفونات علشان ما يبقاش في ضغط كتير في التجمعات فطبعا احنا كلنا هنبقى مقدارين الموضوع ده وبشكر حضرتك جدا جدا ومغسي جدا ليك واستقباحك زي الفليرو شكرا 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 جزيلا كويس ان خلود اتصلت انا نسيت برضو اكلمكم في الملابس تأكد مليون المية ان اي ملابس من مركة عالمية على سوق دوت كوم وعلى جوميا دوت كوم هما اصليين في يعني مراحل كتير جدا بتمر بيها الملابس دات لتأكد انها ملابس اصلي زي المنتجات بالذات اللي هي المنتجات العالمية فلما يكون مركة عالية ولقيتها بسعر ارخش شوية من المحل اونلاين على سوق او جوميا تأكد مليون المية ان هما اصليين جوميا بتفرض غرامات كبيرة جدا لو المنتج مش اصلي على التاجر الغرامات الافات الجناهات الافات الجناهات لو قطعة واحدة بس مش اصلية لو باع تاني مرة قطعة مش اصلية بتقفله الستور بتاعه تماما او المتجر بتاعه تماما على الانترنت فصيقه تماما في الموضوع ده ملابس وجزم اللي هي الحاجات اللي بنلبسها بالنسبة للبيع على جوميا جوميا لو المنتجات بتاعتك او المكاسب او اللي انت هتعمله كفلوس مش المكاسب اللي هتعمله كفلوس هيخش لك اكتر من خمسين الف جنيه مش فاكر الصراحة في الستة شهر ولا في السنة هتطلب منك سجل تجاري وبتقدر بيه دي حاجة مش عند سوق الموضوع ده عند جمع انا مش فاكر الحقيقة خمسين الف جنيه في السنة ولا في الستة شهر خمسين الف جنيه مش مبلغ كبير قوي لان انت ممكن تبيع مثلا يعني عشر لابتوبات بخمسين الف جنيه اللي خمسين الف جنيه مش كلهم بيخشوا في جيبك انت تتخذ المكاسب بس بالنسبة للنسب هفي على الصفحة بتاعة الموقعين هتلاقوا النسب بتاعة كل حاجة النسب اللي الموقعين بيحصلوا عليها بالنسبة للتسجيل على جوميا هتعمل سيرش على جوميا سيلر هو سوق سيلر وجوميا سيلر هيطلع لك الموقع اللي هتعمل عليه تسجيل نفس الخطوات التأليم بالصبع هيتطلب منك طبعا استجيل تجاري وبتقدر ضربية لو المنتجات بتاعتك غالية الكلام ده طبعا على جوميا زي ما أنا وضحت لحضراتكم طريقة رفع المنتجات على جوميا الصراحة أسهل كتير جدا أيوة عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته وأهلا أنا جمت مكاني تخياطها وأخذتش بالي من التاريخ مكاني تخياطي التغيارة دي أه أخذتش بالي من التاريخ وبركاته بعد ما فات الشهر وطلع فيها عيب وطبع مش رضيني رجع أولا ما خدتيش بالك من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ أه أه طب 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 يعني 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 فات أكتر من شهر أه طب يعني لازم طبعا تخلي بالك من الموضوع ده في المرات القادمة بس طبعا لو المكان عليها ضمان وأكيد في الأغلب عليها ضمان تواصلي مع الضمان ما عليها ضمان لا طيب يعني الواحد بيتعلم طول حياته يعني بيتعلم من أخطأ يعني في المرات القادمة شكرا جزيلا شكرا لحضرتك طبعا يا جماعة تمام معنا فاصل معنا هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني اشتركوا في القناة